بيبدأ الفيلم بولد اسمه والتر هو بيلعب مع ابوه وساعتها بيكون اخوص صغير داني مستني دوره لكنه بيتدايق جدا عشان والتر مش ميدي له فرصة انه يلعب مع ابوه فبيدخل للبيت وهو متدايق جدا وبيروح والده يصلحه وبيوعده انه يلعب معاه في وقت تاني وبعدها بيروح يصحي خطوم الكبيرة ليزا وبيقول لها انه رايح الشغل وبيطلب منها انها تخلي بالها من اخوتها لحد ما يرجع فبتتجهل ليزا كلامه وبتقفل الشباك وبتكمل نمه وفي نفس الوقت بيكون داني قاعد بيلعب فيديو جيمز على التلفزيون فبييجي والتر يقفل اللعبة وبيشغل كرتون فبيقوله داني انه زهق وبيطلب منه انه يلعب معاه فبيرفض والتر بحجة انه دايما بيغش في الالعاب وساعتها بيحدفه داني بالكرة في وشه وبيطلع يجري فبيتدايق والتر جدا وبيفضل يدور عليه في البيت لحد ما بيلاقيه مستخبي في الاسنسير بتاع القبو فبيقرر يعقبه وبينزله القبو لوحده ولما بيخرج داني من الاسنسير بيخاف وبيطلع يجري لحد ما بياخد باله ان في لعبة موجودة تحت السلم ومكتوب عليها لعبة زاسور فبياخدها وبيروح لوالتر عشان يلعبوا بيها مع بعض ولكن والتر بيرفض وبيكرر داني انه يلعب لوحده واول ما بيبدأ يشغل اللعبة بيخرج له منها كرت فبيدي لوالتر عشان يقرأه وبيكون مكتوب عليه فبيستغربوا الموضوع وبيكونوا مش فاهمين اي حاجة وفجأة بيحسوا بهزة ارضية في البيت وبيقع عليهم نيازك زي ما اللعبة قالت لهم فبيستخبوا بسرعة لحد ما النيازك بتختفي وساعتها بيلقوا فتحة في السقف وبيشوفوا النجوم قدامهم مع النوم في النهار فبيفتحوا باب البيت وبيتفاجئوا النوم في الفضاء وساعتها بيروحوا يصحوا خطوهم ليزا وبيحكوا لها على كل اللي حصل فبيقروا يكملوا اللعبة مع بعض وبيكرر والتر انه يلعب هو كمان لان اللعبة بتتلعب بشخصين اتنين فبيطلعوا له كارت مكتوب فيه انه نجح في الدور بتاعه ولما بييجي دور داني بيطلع له كارت مكتوب فيه انه مايرجعوا للعصر الجليدي وفجأة بيلقوا تلج خارج من الحمام وبيتفاجئوا انه خطوهم ليزا الجمدت فبيقرأ والتر التعليمات اللي في العلبة بتاعت لعب الزاسور وبيلاقي مكتوب فيها انهم لازم ينهوا اللعبة عشان كل حاجة ترجع لطبعتها فبيضطر والتر انه يلعب دوره وكمان وبيطلع له ورقة مكتوب فيها ان الروبوت بتاعه متعطل وفجأة بيظهر له الروبوت صغير جدا وبيكون فاكر ان الروبوت جاي عشان ينفذ اوامره ولكن فجأة بيلاقي ان الروبوت حجمه كبر وبيهجم عليه فبيحاول والتر يهرب منه وبيدخل الروبوت في الحيطة ولما بيخرج بيكمل جاري ورا والتر لحد ما بيدخل في الحيطة مرة تانية وبيكسرها والحسن الحظ بيخرج من الفضاء ولكن برضو بيرجع وبيقول والتر لاخوه داني يلعب دوره بسرعة وفعلا بيلعب داني وبيدخل البيت بتاعهم في منطقة جاذبية عالية وطبعا بيكونوا مش عارفين يتحركوا وقتها بيكون الروبوت قريب من والتر وعاوز يمسكوا بس الحسن الحظ بيتسحب براء القوضة بسبب الجاذبية وبعد شوية بيخرج البيت من منطقة الجاذبية وبيقدر والتر يمشي بشكل طبيعي وبيروح يجيب الجاذمة بتاعته فبيلاقي ان الروبوت اتعطل زي ما اللعبة قالت له وبيفهم ان الدور ما كانش عينتهي غير لما الروبوت يتعطل فبيرجع عشان يكمل دوره في اللعبة وبيطلع الورقة مكتوب فيها انه نجح في الاختبار التاني ولازم اخوه يلعب دوره ولكن داني بيرفض يلعب وبيسيبه وبيمشي لانه خايف فبيروح والتر يتكلم معاه وبيترجع ان يلعب دوره وده عشان ينهوا اللعبة ويرجعوا لحياتهم الطبيعية فبيوافق داني بشرط انه يعملوا باسلوب كويس ومزعقلوش وفعلا بيلقوا سفينة فضائية تبع الزور جانس بتعدي من جنب البيت وبيطلعوا مدفعهم عشان يضربوا عليهم نار فبيطلعوا يجري بسرعة وبيكرر والتر ان يلعب دوره عشان ينهي اللعبة ديت فبيطلع الورقة مكتوب فيها اعادة برمجة وبيكون مش عارف ايه معنى الكلام دوت وبعد تفكير بيفهم ان الورقة ديت هي اللي هتخلي الزور جانس يمشوا وبعدها بيظهرها للسفينة بتاعتهم لكنهم مش بيمشوا وبيضربوا صواريخ على البيت فبيضطر داني ساعتها ان يلعب دوره وكمان وساعتها بيطلع الورقة مكتوب فيها انقذ رائد الفضاء وفجأة بيلقوا رائد فضاء بيغبط في الشباك وبيدخل للبيت وبيبدأ يسألهم مين الاستدعاني فبيشول لوالتر على اخوه داني وبيقولهم انهم لازم يتخلصوا من الزور جانس قبل ما يضمروا البيت فبيخليهم يدفو كل الانوار اللي في البيت وبيولع نار في الكنبة بتاعتهم وبيرميها في الفضاء فبيتحرك الزور جانس ناحيتها وبينجح رائد الفضاء في انه يبعدهم عن البيت وبعدها بيشرح لوالتر وداني ان الزور جانس دول يبقوا كائنات فضائية بتاكل لحم البشر وبينجازبوا للنار وبيعرفهم على نفسه انه رائد فضاء واسمه مايك فبيروح يفتح التلاجة بتاعتهم وبيأكل كل الاكل اللي فيها فبيتكلم معاه والتر وبيأمره يمشي من البيت فورا وقبل ما يكمل كلامه بيقطع مايك وبيقوله انه محدش يقدر يمشيه غير داني لانه هو الاستدعاء فبيطلب منه داني يفضل معاهم وده عشان يساعدهم ينوي اللعب الدسور عشان كل حاجة ترجع لطبيعتها وبعد شوية بيكرر والتر ان يلعب دوره فبيشك ان اخو داني غش في اللعبة وبيتخانق معاه وبيرجعه التلات خانات لورا وبعدها بيلعب دوره وبيطلعه ورقة مكتوب فيها انت هتتعاقب عشان غشاش فبيفهم انه ظلم داني وما غشش في اللعبة وفجأة بيتسحب لبرالبيت وبيمسك في السقف في اخر لحظة وبيكون على وشك انه يخرج من الفضاء وساعدها بيتسحب والتر في الفضاء وبيلبس مايك بدلته وبيروح ينقذه وبيرجعه للبيت مرة تانية ولما بيلعب داني دوره بيطلع له ورقة مكتوب فيها انه يتقدم خطوتين لورا في اللعبة وفي نفس اللحظة بتفوق اختهم ليزة من حالة التجميد اللي كانت فيها وبتكرر انها تاخد دوش ومش عارفة اي حاجة من اللي بيحصل وقتها بيلعب والتر دوره وبيتقدم تسع خطوات وبيطلع له كارت زهبي مكتوب فيه ان فيه نجم ساطع هيعد دلوقتي واول ما تشوفه لازم تتمنى امنية فبيفرح والتر وبيتخاني معاه داني كالعادة لانه غيرام منه وبعدها بيرمي اللعبة وبيطلع لقوته وفجأة بيظهر النجم في الفضاء وبيفكر والتر هيتمنى ايه فبيقول له مايك ايه واحد تتمنى حاجة وحشة وفتكر دايما انك معملت خانيقتي مع اخوك فهو في الاول والاخر بيحبك فبيستغرب والتر من كلامه وبيقول له ان خلاص اتمنى الامنية بتاعته فبيترعب مايك وبيروح يتمنى على داني في قطه لكنه مش بيلاقيه فبيفتكر ان والتر اتمنى ان داني يختفي لانه بيتدايق منه ودايما بيتخاني معاه فبيطلع والتر يتكلم معاه وبيبدأ يسأله هو في ايه بالزبت وقبل ما يكمل كلامه بيقول له مايك انه ما يفضله في الفضاء للطول العمر وبيبان كده انه مخبس سر خطير وقتها بيتفاجئ ان داني خارج من تحت السرير وبيكون لسه عايش وبيقول له والتر انه بيتمنى كرة عليها توقيع اللاعب اللي هو بيحبه فبيزعق له داني وبيقول له انت غابي ولا ايه كان المفروض تتمنى ان اللاعبة تنتهي وكل حاجة ترجع لطبعتها فبيبدأ يقطع مايك وبيحكي لهم قصة حياته وهي انه لعب لعبة زاسور من 15 سنة اللي كانت مع اخوه الصغير وساعتها جاله الكارت الدهبي زي ما حصل مع والتر بالزبت وطبعا اتمنى ان اخوه يختفي للابد وده لانه كان متضايق منه بسبب انهم بيتخنقوا دايما ووقتها مايك ندم على اللي عمله لانه بيحب اخوه واتمنى انه يلعب معاه مرة تانية عشان يصلح اللي عمله ولكن لعبة زاسور عقبته بانه يفضل في الفضاء طول عمره وما يرجعش الكوكب الارض فبيتأثر والتر بكلامه وبيفهم انه لازم يعامل اخوه كويس ولما بينزله عشان يكمله لعب بيتفاجئوا ان لعبة زاسور اختفت وبيشوفوا ساعتها بقايا سفينة في الفضاء فبيفهموا ان الزور جانس هم اللي سرقوا اللعبة وبيكرروا انهم يولعوا نار عشان يجذبوهم للبيت وياخدوا منهم اللعبة ووقتها بتخرج ليزا من الحمام وبتزعق لاخوتها عشان يولعوا في البيت وبتطفي هي النار فبييجي مايك يعرفهم ان الزور جانس وصلوا واول ما بتشوف ليزا سفينة الزور جانس بتصرخ وهي مش فاهمة اي حاجة وبتسألهم هم ازاي موجودين في الفضاء فبيتجعلوا كلامها وبيروحوا يستخبوا هم الاربعة وبيعرفوا مايك انه يدخل سفينة الزور جانس عشان ياخد منهم اللعبة وبيديهم لسلكي يكلموه لو حصل اي حاجة ولما بيخرج بيرجع بعد شوية وبيقول لهم من الزور جانس موجودين في القبو وممكن اللعبة تكون معاهم فبيقترح عليهم داني انه ينزل القبو من الاسنسير الصغير ولو لقى اللعبة هيجبها ويعرفهم على سلكي وساعتها يسحبوه بالحبل بتاع الاسنسير وساعتها بيقتنعوا وبيخلوه ينزل في الاسنسير ولما بيوصل داني للقبو مش بيلاقي غير الصندوق بتاع اللعبة وبيشوف قداموا اللعبة في السفينة بتاعت الزور جانس فبيكلمهم على سلكي وبيقولهم انه يجيب اللعبة من السفينة وفعلا بيدخل السفينة وبيلاقي ان اللعبة محطوطة في مكان عالي وبيحاول يجيبها ولكن لسوق الحظ بتقع منه على سير بيتحرك ناحية النار فبيروح داني يجيبها وبيرجع للأسنسير مرة تانية وبيكون مستنى اخواته انهم يسحبوه لكنهم للأسف ما بيعرفوش لانهم استخبهين من الزور جانس وفجأة بيلاحظ واحد منهم اصار رجلين داني وبيشوفه جوه الأسنسير فبينادي على باقي الزور جانس عشان يمسكوه وساعتها بيضطر داني يخرج من الأسنسير وبيطلع يجري منهم عالسلم لحد ما بيوصل للباب وبيخبط على اخواته عشان يفتحوله فبيفتح لوالتر في اخر لحظة وبيتفاجئ ان الروبوت قدامه وطبعا بيكونوا متحصرين منه هو والزور جانس فبيمسك الروبوت والتر وبيكون عاوز يخلص عليه ولكن والتر بيطلع ورقة اعادة البرمجة اللي طلعت له من اللعبة قبل كده وبيحطها قدام جهاز الاستشعار بتاعه فبيسيبوا الروبوت وبيطلع يجري ورا الزور جانس اللي بيخافوا منه وبيرجعوا السفينة بتاعتهم مرة تانية وفاجأة بيظهر واحد منهم ورا الاخين وبيكون عاوز يكلهم فبتشوفوا ليزا وبترمن عليه البيانو وبتخلص عليه وبعدها بيكملوا اللعبة وبيجي الوارتر كارت الدهب مرة تانية ومكتوب فيه يتمنى امنية فبيقرر يسعب مايك رائد الفضاء وبيتمنى ان اخو الصغير يرجع مرة تانية وفاجأة بيظهر قدامهم نسخة تانية من داني وبيروح مايك يحضنوا وبيبدأ يعتعرف لهم بالسر اللي هو مخبية وهو انه يبقى والتر من المستقبل وكل اللي حصل ده تكرر قبل كده بس بشكل مختلف عشان كده اضطروا انه يجذب عليهم ويقولهم ان اسم مايك لان ده طبعا كانوا يغير في المصاري الزمني فبيلمس داني نسخته وبيرجعوا للزمن بتاعه وكمان بيلمس والتر نسخته الكبيرة وبيرجعوا نفس الزمن ووقتها بيظهر صفن كتير تبع الزور جانس وبيضربوا عليهم نار فبيلعب داني دوره بسرعة وبيطلع له ورقة مكتوب فيها انه كسب في لعبة زاسور وبكده يكونوا انهوا اللعبة وبيظهر صفن أسود بيسحبه من ناحيته وبترجع كل حاجة لطبعتها وبيكون داني مبسوط هو واخو والتر وبتتحسن علاقتهم بعد الدرس اللي هم تعلموه من اللعبة ولما بيجي والدهم بيحكوله على كل اللي حصل وطبعا بيكون مش مصدقهم وفاكرهم بيهزروا معاه وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة